السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 31 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية الساعة 5.28 دقيقة بعد العصر وبعد عصر هذا اليوم الخميس بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 5.19 دقيقة بعد عصر يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 8.49 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد القمر بما أنه اليوم موجود في برج الميزان فهو أفضل وقت أو الآن هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفية للعلاقة مع الحبيب وتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميل الاسترخاء والتأمل بيكون الحب والرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيره ممكن أنها تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب أو تزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين المريخ هاي زاوية رح تكون الساعة 2 و 56 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعام نقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب ممكن تسبب للبعض خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا مخصوصا للصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 54 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 54 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و28 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إثمان العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و28 دقيقة بعد العصر خلص القمر بيستقر تماما في برج العقرب عشان هيك خلال فترة المساء ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير ياب نقطع العلاقات بيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانهم من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنهم ممكن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو مثلا شراء أو استئجار منزل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم من الآن وحتى ساعة المساء عندنا الكلا والحالب المثانة البولية الأوردي الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات المساء بصير عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات هذه الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لزالة الشعر الزاد بالليزر أو الطرق التخليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصفغ والحنة ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل في ساعات المساء لبرج العقرب خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد بيبدأ الساعة 4 و50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش طبعا بالنسبة للجدول للشهر القادم له شهر 11 صار الجدول موجود لخلو المسار وتواجد القمر والأيام الأفضل للتجميل أو للجراحة أو للأيام السعيدة والنحيسة صارت موجودة بصندوق الوصف بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال الآن هو 28 يوم الساعة 2 و46 دقيقة فجرا أم نبدأ باليوم التسعة وعشرين نسبة الإضاءة 0% نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% عطارت في العقرب حتى يوم 12-11 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزة بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات المغرب تقريبا أو ساعات المساء بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم حاول انك ما تتعرض للاستفزازات يعني حاول تبعد عن أي مواجهات وما ترد على أي استفزاز آخر اضبط عصابك لمصلحتك ممكن يعترض طريقك ظرف صعب أو تضطر لإخفاء سر أو تقديم بعض التنازلات أما من ساعات المساء بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية لا تحملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك بتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سار على العمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولكم ما تبادروا لأي عمل جديد وباكر لعملك وما تسمح للواجبات بالتراكم ولا بالتزامن ولا تهمل وضع صحي أو مهني نظم جدوى أعمالك من الآن وحتى ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقدوا الأمور أو تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر المتاعب والوعكات الصحية من الآن وحتى ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي حاذر من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن وحتى ساعة المساء بتكون تتجنبوا دخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت وما تسمح لنفسك بالإنجراف وراء الإنفعالات ممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما تقلق حول أحد الأحبة أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وعيد العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مساء العالقة أو كانت مستحيلة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعات المساء اللي بدي يتقدم لأمتحان بده يستعد بشكل جيد تتسارع وترت الحياة تكثر الاتصالات والتحركات فترة مثمرة جدا أهم شيء أنك ما تقف متفرج في ساعات المساء وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة جنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحذروا من الآن وحتى ساعات المساء في أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة وبرضو ما ترضى بالتعامل مع المبهمات والمجهول خلي الأمور كلها واضحة واطلبوا الوضوح لا سيما التفاصيل ساوا مفاوض لا استرداد حقوقك أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن في هذه الساعات أما من ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات والتنقلات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات بتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتكونوا نشطين ومتحمسين من الآن وحتى ساعات المساء تقوى على الصعاب بتكون قادر على حل المسائل ممكن بعضكم يبدأ صفحة مهنية أو اجتماعية أو شخصية مهمة جدا أو بتنطلق بعزيمة وحماسة أما من ساعات المساء وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقارب أو حبيب ولا تبالغوا بمصاريفك كون معتدل موضوعي في النقاش والحوار مهما كان وممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لغاية ساعات المساء أن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاول أنك ما تقحم نفسك في أي أعمال صعبة ومعقدة الجو فارغ من أي حسم أو أمل وما تحسم أمر وما تكون بطل بناسبك العمل بشكل روتيني بيطرأ تغيير للأفضل على صحتك مع ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة نجاحك تشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء من الآن وحتى ساعات المساء برضو القمر بيقترب من بيت متاعبك بدك تنتبه لهذه النقطة عشان تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء حاول أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر أما في ساعات المساء وما بعد انتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا عملكوا الاعتيادية من الآن وحتى ساعات المساء وما تبادروا لأي عمل جديد واضف طاقتك وكرر المحاولات السابقة وصحح الأخطاء ابحث عن الدعم وما تضعف لأنه يعني ممكن تعصب لبعض الشروط أو الاعتبارات لكن حاذر إثارة العدوات أما من ساعات المساء وما بعد بتلتقوا لأصدقاء بعضكم ممكن يتوجه له دحو إلى حضور حفلة أو مناسبة يبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق في اطمعن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليفة يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اللي بدي يتقدم لا امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد من الآن وحتى ساعات المساء وتعتبر فترة جيدة نسبيا ممكن تروج لمشاريعك بنجاح بتكون اتصالاتك مع الخارج ناجحة لا تتردد في تكرار المحاولات بشجاعة أما من ساعات المساء وما بعد ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تقضع لعدة تجارب مهمة فما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتتجنبوا أي شراكة مالية وتتفحصوا حساباتكم المشتركة بطالعك فترة مربك شوي بعض الشيء ممكن تقلق بشأن عائلي أو شخصي أو يتعلق الأمر بمستند أو ملف أو معاملة بدك تكون متعيقظ سوي بعض المشاكل وإحرص على توضيح أي سوء تفاهم أما من ساعات المساوة ما بعده بتنشغله في مساء تتعلق بسفر أو اتصال بعيد وبالضل هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوة تجربة جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء